اهلا بحضراتكم بعد ما شفنا التقرير لنجمنا ونجم حلقة الليلة اللي وقع بنينا من الحج نجم الشوكيش هيبقول لك نجم الشوكيش هكذا نتكلم في كل حاجة اللي وقع بنينا من الحج قصة كبيرة أنا قبل ما أبدأ معاك القصة وقبل ما أبدأ معاك المشوار الطويل من نادي الترسانة رئاسة نادي الترسانة العودة مجلس ادارة اتحاد الكورت القدم لما أولين العرب لنادي الشمس في الأول كان نادي الزمالك بعدين رحت الشرطة وبعد كده بعد ما رحت قطر مع نادي الريان ونادي النهضة وبعدين رجعت من هناك على منتخب مصر بعدين سبت منتخب مصر بعد كده ما حققت فيه وصلنا لومبيل جيمز واللي ها كانت في موسكو وما سفرناش كان موت الله رحمه السادات ومشوار طويل فيه حاجات أنا مش عايز أتكلم فيها لأنا عاسبك أنت الصفيد بقى فيها الله يخليك المصطفى احنا أولا سعداء بوجودك الله يخليك دكتور هبدأ معاك انت بدأت كورت القدم زينا في الشارع كده وبتاعه زي الناس كلها ولا بدأتها فين لا في الشارع في الشارع بعدين أنا أنا أصلا من موليد حي عبدين يا سلام وحي عبدين ده أنت سيادتك عارف طبعا في كورة وفي كل الناس اللي بتلعب كورة فكنا كلنا بنلعب في الشارع فيه واحد بقى اللي له تأثير علي في الحكاية دي كابتن ساميري السيدة الله يرحمه اللي هو كان إداري نادي الزمالك نادي الزمالك كاب بنلعب معاه في الشارع كان ليك فرق معينة كنا احنا بقى في الشارع الشارع بتاع كله فرق كلنا كده بنعب في الشارع فسامير قال لي بقولك ايه ما تيجي معايا نادي الزمالك على طول كده قلت له طبعا ما ليه في الناس الزمالك كان سنك كم سنة قال لي من 18 16 17 كانت تلعب في الشارع من إمتى وسنك كان كم سنة من 15 سنة أمي وأبويا كانوا مرحبين بيا أننا ألعب يعني شايفين أننا كان شايفين أنه ممكن تبقى حاجة يعني لكن هم مش رياضيين قوي يعني لكن شايفين أن دي هواية عندنا ممكن تخرج تلعب ومحدش يقولك أنت بتعمل قدام البيت أيو آه وبعدين رحت الناس الزمالك ففجأت أن بيقولون لي لعب فلعبت طيب قبل بتروح الناس الزمالك أنت كنت شاطر في المدرسة آه الحمد لله عشان كده الأسرة كانت بتسيبك الولد الولدة بيسبوك تنزل تلعب بالزبط كده الكابتن سمير السيد الرحمة طلع عليه هو اللي شافك وانت بتلعب في الشارع وانت سنة 18 سنة وقال لك تعالى هواديك نادي الزمالك تمام انت كنت أهلاوي أم لا زمالك كوا اما بالله أنا كنت أهلاوي صراحة أهلاوي كنت وزلت بس مش عايز أقول بقى أفأ يعني بس كويس كده آه لكن رحت النادي الزمالك عشان عاوز تلعب عشان عايزالح بقى آه بالزبط وبعدين الكابتن سمير وداني للك كابتن أنديل الله يرحمه رأخر كان هو المسؤول عن التاع ده والكابتن شازلي كمان في الفرقة دي أيو أشبال قالوا ليه لعب ده كابتن شازلي بتاع الزمالك آه الإداري الإداري آه آه يا حسن النصر تاني حسن الشازلي آه لكن الكابتن شازلي ده رجل كبير كان آه طبعا لا أنا عارفه كويس آه فلعبتوا في ستيهم وأنا كنتوا مدافع آه فانبسطوا قالوا لي تعال أما دخلت نادي الزمالك ما خوفتش أني أنا من الشارع لنادي الزمالك ونادي الزمالك كان اسم كبير آه لا ما خوفتش صراحة ما خوفتش لأن اللي وخدني ساميري السيد آه يعني ساميري ماشي معايا آه هو خير قائد في الحتة دي نعم فما خوفتش منها والحمد لله روحت ولعبت والولي أعمل استمارة مضيت في النادي الزمالك مضيت في النادي الزمالك آه وانا شبل صغير وانت 18 سنة وانا 15-18 سنة آه آه مضيت عندهم بقى ولعبت ولعبت في المراحل السنية بتاعتي كلها اللي هما بقى لعبت كم سنة؟ حوالي 7-8 سنين في ندي الزمالك في ندي الزمالك وجالك قلبي أن تسيب ندي الزمالك وبعد كده وتروح الشرطة؟ هو أنا ما سيبتهش بمزاجي آه هو أنا ما جد أخش كلية الشرطة آه كان لازم علي حدي حدي يدفع بي أو يتكلم عني أو يقول لأ عملك كده آه ما كانش فيه كلام ده ما كانش فيه ندي الزمالك كان فيه كان فيه سيادة الفريق آه سعد الدين متولد أيوة الله يرحمه ده بقى كان آه كمير يوران ساعتها وحاجة جبيرة طبعا لا لك الحاجة بقى الله يرحمه يحسن ليك الحاجة جبيلة فهو اللي تبناني يعني شافني وعرف أني أنا رايح أكون الشرطة قال لي خلاص أنا هكلم كلم مين بقى هو كلم سيادة اللي هو سعد زغلول سعد زغلول ده كان شخصية كبيرة جدا في الشرطة آه ويعني اللي هو بقى طويل في الحاجات دي يعني شوف الناس زمان برضو كانوا الرياضة عندهم حاجة أساسية جدا آه فكلموا فكلموا سعد بيه فاروحت كلية الشرطة وبعدين بقى وأنا في كشف الهيئة كان محمود بيه عبد الرحيم الله يرحمه الممدير الكلية آه فقال لي انت ناوة تيجى ناوة تخشكل الشرطة بتقول لي فندم والله أنا جاي عشان كده آه انت قابلي بقى يتخشكل الشرطة لسا بخانش انا لسا في كشف الهيئة بقى بقيت ف Melanie Hausar بيقولي انت هتخشكل الشرطة آه طقول يا فندم أنا جاي أمت إحنا عشان كده آه قال لي انت عارف اللى خشكل الشرطة ده تفرغ و بيعمل ايه فندم عارف وإن شاء الله حيبقى كل حاجة كويسة بإذن الله سبحانه وتعالى قال خلاص انت بقى معانا وتعمل حسابك على كده كنت فرحانه انت داخل بقى كنت شورت وانا كل الشورت طبق السعيد جدا لأننا حسيت وانا داخل ان شخصيتك بتتغير بتتغير خلاص بعدين كنا كنت بقى في الوقت اللي ما فيه ده في الستينات أو في الخمسينات دي الشورت وتفكر لك وظيفة وظابط وقتشتغل حاب تمسك فيها بيدك وثنانة اه دي مش حاجة لكن الحمد لله ربنا وفقني ودخلت طيب لما رحت مع الكابتن نادي الزمالك سمير السيد سمير السيد كان مين من النجوم بتوع نادي الزمالك في الوقت ده اللي انت كنت كانوا مسلك الأعلى في الكورة كان فيه كتير زيني يعني بس الكابتن علاء الحمول ورقفة عطية وعصان بهيج كل دول كابتن عبد الوصح وكابتن دفاعي دول عصروني ولعبوا معايا إنما كابتن بورجيلة كانت تلعب عليك يا بورجيلة بعدينا بقى إنما ده طبعا أخ وحبيبة طبعا لا これ مالو ده الكابتن بورجيلة فدول يعني الناس اللي عصرتك يعني أنا كنت بابص في الناس زمالك ده امتى هلعب في فريق كبير وانا مراحل السنين اللي بنعب فيها دي نعم امتى هلعب في فريق كبير اما بص الاقي بقى في خط الدفاع ده في يكن وده حدس ولا حركة طبعا كابتن نور الدالي بك شمال كابتن احمد مصطفى كابتن احمد مصطفى كابتن علاء الحمولي كابتن رفاعي كل دول مين جل كيبرز كمين يحيى امام كابتن يحيى امام كابتن يحيى امام يا سلام الله يلحمه الله يلحمه يحسن ابو اللي هو والد ده حازم امام ابو حازم وابو حمد امام ابو حمد امام اللي هو جد حازم جد حازم دول بقى كانوا يعني كان كنت ببص وانا منبهر طب ازاي هتلعب انت في الناس دي فلفت اللي يام عليك وانت بتلعب في الاشبال وكبرت وبقت فريق كبير اخترونا نلعب مع الفريق الكبير فبقت باتمرن مع النجوم دي وانت مين الاول واحد قالك المدرب اللي انت كان معاك في نادي الزمالك في الناشئين وقالك انت هتطلع الفريق الاول وكان احساب مين المدرب اللي قالك كابتن انديل كابتن انديل كابتن انديل كابتن انديل قال لي انت من اول ميوم اول ما انا ابتريده تلعب في المراحل السنية دي كان هو يقول لي مثلا انا في 16 حياخدوني نهار بلعب في 18 فيقول لي انت تجي تجي معاك في 18 يعني انت لعبت المراحل السنية المختلفة آه كلها لغاية لما وصلت بقى لرستوانا 20 21 بقى هاخدش فيديو الاولاني طبعا فهو كابت الانديل هو اللي قال لي بقى آه اللي هتلعب بقى